السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالكم يا شباب وعساكم طيبين أسعد الله جميع أوقاتكم بكل خير شكرا لكم من أعماق قلوبنا على الدعم وعلى الاشتراكات وعلى اللايكات وأيضا الدعم على الفيسبوك وعلى التيك توك الله يسعدكم المهم يا شباب اليوم حصلت على النموذج الخاص بالعقد الموحد الورقة الأخيرة لا والله ما هي الأخيرة طيب الورقة السادسة يا شباب التزامات الطرف الأول في عقد العمل الموحد شوف هنا تقديم رعاية الطبية للطرف الثاني بالتأمين الصحي وفقا لأحكام نظام العمل نظام الضمان الصحي التعاوني لابد أن يصدر لك صاحب العمل يا شباب بطاقة تأمين صحية أيضا تسجيل الطرف الثاني في التأمينات هذا طبعا ملزم بصاحب العمل ما عاد يحتاج منح الطرف الثاني الأجازات السنوية والعطل الرسمية لابد يا شباب ركز على الأجازات السنوية لا يضحك عليك صاحب العمل تجلس لك ثلاث سنين أربع سنين بدون فائدة فهمتو أيضا العطل الرسمية الجمعة الأعياد هذه حق من حقوقك الإجازات المرضية بعض المدراء وبعض أصحاب العمل يا أخواني يقول لك جيب لي ورقة من المستشفى أنك مريض يا أخي مريض تعبان لازم تجيب لي ورقة ويضطر يخليك تروح وتدبر ورقة من هنا وأنت مريض مسكين المهم وافق ما تقضيه لائحة تنظيم العمل المعتمدة أن يعيد إلى الطرف الثاني جميع ما أودعه لديه من شهادات أو وثائق زي جواز السفار زي رخصة زي أي شيء يعطيتها ياه يعطيك ياه أيضا يتحمل صاحب العمل شوف يا شباب ترى بعض أصحاب العمل ترى ما يخافون الله يحمل العامل المسكين نص تزيد الإقامة يحملوا التأشيرة يحملوا كل شيء مثلا نقل كفالة شوف هنا يقول لك يتحمل رسوم استقدام الطرف الثاني أو نقل خدماته ورسوم الإقامة ورخصة العمل وتجديدهما وما يترتب على تأخير ذلك من غرامات وأيضا رسوم تغيير المهنة والخروج والعودة وتذاكر عودة الطرف الثاني إلى موطنه بالوسيلة التي قدم بها بعد انتهاء العلاقة هذه كلها يا شباب يتحملها الطرف الأول بدون أي نقاش تجديد إقامة نقل كفالة تجديد رخصة عمل رسوم تذاكر خروج عودة كلها على حسابه إذا كنت جيت مثلا باصات يرجعك باصات جيت طيران ترجع طيران على حساب الرجل يتحمل أيضا نفقات تجهيز جثمان الطرف الثاني اللهم لا تقبض أرواحنا إلا بين أهالنا يا رب طبعا هذا من الاتفاقات أيضا إذا مات الطرف الثاني العامل في المملكة يتحمل صاحب العمل نفقات التجهيز وإرسال الجثة أو أنه يأخذ مثلا ورقة من أصحاب الميت أنه يتفن في المملكة عشان ما نطول يا شباب لازلنا في الورقة السابعة من عقد العمل الموحد التزامات الطرف الأول أيضا تابع دفع أجر العامل وتصفية حقوقه خلال أسبوع الأكثر يا شباب بعضهم يقول لك حقوقي أنا بنقول كفاءة لا أبغى حقوقي إذا انتهت العلاقة التعاقدية بينك وبين صاحب العمل بعد أسبوع على الأكثر أوكي يعطيك حقوقك إذا كان هو الذي أنهى العقد أما إذا كان العامل هو الذي أنهى العقد فأيضا أسبوعين ما في فرق يا شباب أسبوع ألا أسبوعين كلها سواء أهم شيء أن يصفي حقوقك ويعطيك أجرك كامل في فترة لا تزيد عن 15 يوما أوكي يا شباب هذه أيضا من الحقوق التي يجب أن تعرفوها الورقة الثامنة في عقد العمل الموحد التزامات الطرف الثاني تعال تعال يا أيها العامل تعال يا أيها المهني أن ينجز العمل الموكل إليه وفقا لأصول المهنة ووفق تعليمات الطرف الأول إذا لم يكن في هذه التعليمات ما يقالف العقد والنظام والأداب العامة ولم يكن في تنفيذه ما يعرضه الخطر شوف يا شباب مهنتك كاتب كاتب مهنتك عامل عامل مهندس مهندس ما تشتغل في مهنة غير مهنتك وفقا لأصول المهنة فقط اوكي انا كهربائي وترح تشغلني في البيت سواك خاص كل هذا لا يجوز في مهنتي في مهنتي ان يعتني عناية كافة بالأدوات اذا كنت مثلا معك سيارة مندوب مبيعات معك اغراض للرجل معك جهاز اجهزة طبية اي شيء مهمات مساندة خامات مملوكة للطرف الاول يجب ان يحافظ عليها العامل لانها تحت صرفك وايضا في عهدتك وتلتزم بها اذا كانت مستهلكة طبعا ما يطالب بها اما اذا كانت خام او مكائن او اجهزة هذه برضه تحافظ عليها يعني تحافظ على ممتلكات صاحب العمل من باب الذوق والاخلاق والجميل اللي بينك وبينه يوافق طبعا العامل على استقطاع الطرف الاول للنسبة المقررة عليه من الاجر الشهري في التأمينات هذا طبعا بدون كلام وصلنا يا شباب الى نهاية هذه الحلقة والى نهاية هذا الفيديو من العقود الموثقة والتي او العقود الموحدة الصادرة من وزارة الموارد البشرية يا شباب ركزوا دائما على ثلاث نقاط مهمة مدة العقد الراتب الاساسي البدلات لا تتنازل عن حقوقك نهائيا اذا كان عرفت حقوقك انتزعها من صاحب العمل انتزاعا وهذا حق مشروع لك بدون اي شك وتأكد تأكد ان العقود ملزمة مجرد تجيك الرسالة بعضهم يقول لك يا رجال حط موافقة وخلاص ايش هيسوي يعني لا لا يا اخي روح المكتبة اطبعها بي دي اف وقرأها قرأها مصبوط شيك عليها كلمة كلمة حرف حرف اعطيها حتى يوم كامل من وقتك اقرأها اذا كانت يعني مناسبة لك تماما اضغط موافقة انت كذا وثقت العقد اذا ما هي مناسبة خذ ورقة وقلم واكتب الملاحظات وارسلها لصاحب العمل قل له عدلي هذه ونزلها عبر موقع مدد او مدد ويرسلك عقد عمل ثاني معدل بالشروط اللي انت تبغاها استودعكم الله يا شباب الذي لا تضيع وداعه اتمنى ان تكونوا استفدتوا من ابو فارس لا تنسونا من اللايك والاشتراك والمشاركة في جميع التواصل الاجتماعي المتابعة ايضا على الفيسبوك والمتابعة على البرنامج الضخم برنامج التك توك واستودعكم الله الذي لا تضيع وداعه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة